لم تعد هذه الادات مصممة لغايتها بل ان عصابات المخدرات تسخرها لنقل الاصناف المخدرة من ايران الى كردستان مكافحة مخدرات السليمانية القت القبضة على مهربين لثلاثة عشر كيلو من المواد المخدرة عملية حدثت مؤخرا لكن المؤشرات العامة تدلل على وجود ظاهرة خطيرة باتت تقلب الصورة في كردستان بالعموم والسليمانية على وجه الخصوص وهنا نتيجة الموقع الجغرافي القريب الى ايران وبفضل كثرة المناطق الجبلية فان التهريب يصبح امرا سهلا عند الخارجين عن القانون وتتحقق اهداف بعض الجهات الايرانية في اصال مخدرات باتت تهدد امن المجتمع الكردستاني الوقت الحرج يراه خبراء في الاقليم على انه يشجع على انتشار التعاطي بين الشباب بشكل سهل اذ ترتفع بينهم نسبة البطالة ومرور كردستان بازمة مالية العملية الاشد خطرا تكمن في تفسيرات تؤكد استغلال ايران للاقليم باستخدامه معبرا لتمرير المواد المخدرة وتهريبها ما يستدعي اتخاذ اجراءات فورية تقضي بحماية امن الجيل وضبط الحدود بما يخدم الالتزام بالقانون التجاوزات الايرانية بحسب القضايا التي ترشح بين فترة واخرى تقرأ بعنوان عاجل على ان استمرار التغول على حقوق الانسان العراقي سواء في كردستان او في عموم العراق يبدد التصريحات التي تنطق بها جهات رسمية ايرانية حول مراقبة عمليات تهريب المخدرات رسالة يتفق عليها المجتمع الكردستاني والسليماني على وجه الخصوص ان ما ينذر بخطر اكبر قد يكون نتيجة ما يجري من تهريب وتخريب لمستقبل الشباب العراقي